مشروعية كيفيات الحج الثلاثة عندنا أول حاجة أن العلماء كلهم المزاب الأربعة اتفقوا على أنه يصح الحج بكل نسك من الأنساك الثلاثة الإفراض والقران والتمتع التي ذكرناها من قبل يعني الإنسان إذا حج مفردا أو قارنا أو متمتعا صح حجه وهذه النسك جائزة بإجماع العلماء والعلماء استدلوا على ذلك بالكتاب والسنة والإجماع أما الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا وقال سبحانه وتعالى وأتم الحج والعمرة لله وقال سبحانه وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيصر من الهدي فهذه آيات تدل على الجواز الحج وجواز التمتع وأما السنة فهناك حديث كثيرة جدا منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام حجة الودع قالت فمنا من أهل بعمرة يبقى من أهل بعمرة يعني ما معنى أنه عمل عمرة ثم حج بعد ذلك فهذا هو المتمتعة تمام قالت ومنا من أهل بحجة وعمرة وهذا هو القارن قالت ومنا من أهل بالحج يعني هو الحج مفرد وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج فأما من أهل بالحج أو جمع الحج والعمرة فلم يحلوا حتى كان يوم النحر يعني ظلوا على إحرامهم ليه؟ لأنه الآن هو على إحرام أما الذي عمل عمرة فهو تحلل منها ولما جاء يوم التروية يعني أحرم بالحج وقد انعقد إجماع العلماء على ذلك حتى نقله الإمام الشافعي والقاضي حسين والوزير ابن هبيرة والنوم وابن قدامة والإمام الخطاب وغرهم كسر من العلماء نقلوا إجماع العلماء على أنه يجوز الإفراد والتمتع والقران من غير قراها في ذلك ولم يختلف أحد من الأمة على أن هذه الأنساك الثلاثة جائزة بدون قراها شكرا